وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بالعمل على المتابعة المستمرة لتوافر السلع المختلفة مع اقتراب شهر رمضان الكريم وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم وجه مدبولي بالتنسيق المستمر مع المحافظين لتطبيق الأليات اللازمة لضبط الأسواق والتأكد من توفر المنتجات البترولية لتلبيط احتياجات الموطنين في كافة المحافظات وخلال الاجتماع اشار رئيس الوزراء الاحتفالية يوم الشهيد مشيدا بالرسائل المهمة التي تضمنتها كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاحتفالية وتقدم رئيس الوزراء بخالص الشكر الى ابطال القوات المسلحة والشرطة معربا عن التقدير البالغ لما يقدمونه من جهود لحماية الوطن والمواطنين كما تطرق مدبولي الى نتائج زيارة رئيسة وزراء الدنمارك والتي بحثت العديد من الفرص الواعدة لدفع مجالات التعاون المشترك خاصة في ملف الطاقة والنقل البحري واللوجستيات والاقتصاد الاخضر اشتركوا في القناة